والهندية بالاضافة لقطاع الحر وقطاع المركز اسفرت الحملة عن غلق ما يقارب 24 محل بين محل بين مطعم وخالفات الشروط الصحية وفرض ما يقارب 60 غرامة مالية بالاضافة الى انه عدد من الاسواق الشعبية يعني المحلات هي غير مجازة اصلا تم تبليغهم برفع المواد الغذائية الغير صحية اكو بعض المطاعم كانت فاتحة صالة يعني عدة مطاعم كانت فاتحة صالة بعض المطاعم كان العمال يعني صالات مقلقة لكن العمال غير من التزميم بالاجراءات الوقائية تم فرض غرامات مالية بالاضافة الى انه غلق هذه المطاعم يطيل فترة الحظ طبعا هذه الاجراءات تتنوع بين الغرامة المالية او الغلق لمدة ثلاث ايام او اسبوع او ما يصلها 90 يوم وفرض غرامات تقدر الى 5 ملايين بالاضافة الى انه لحالة المحاكمة العراقية المختصة في هذا الموضوع حسب مقررات خلية الازمة المركزية انه سماح المطاعم مع تضرورة الاتزام بالشروط الصحية بالتوصيل الدليفري اذا كان موفر هذه الشروط الصحية من ممكن يعني يعمل الدليفري نرجو من الاخوة اصحاب المطاعم والمحلات الغذائية والافران انه الاتزام بتضرورة الاتزام بالحظر من حيث الاتزام بالاجراءات الوقائية كذلك وغلق الصالات وعدم تجمع اكثر من العداد المسموحة بها داخل هذه المطاعم